لكن حبائي في شيء كتير كتير مهم ويمكن كتير مرات منتجاهله في قصة الميلاد اللي هو مش بس الإحصاء إنه متى بيبتدي إنجيله في سلسلة نسب المسيح وبقول عن سلسلة نسب المسيح أنه من إبراهيم وطبعا ابن داود وبيستمر في سلسلة نسب المسيح حتى يوصلنا لبيت القصيد المهم جدا وبيصل إلى آخر الليستة في ليستة الأسماء الكثيرة في إنجيل متى الإصحاح الأول ولاحظ ما يقول البشير متى بوحي من الروح القدس يقول ويعقوب ولد يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع الذي يدعى المسيح مرة تانية بيبتدي من إبراهيم بينزل في سلسلة نسب ملوكي حتى يصل إلى آخر شخص اللي هو يوسف فشو بقول في الآية ويعقوب ولد يوسف رجل مريم لأنه سلسلة النسب بتمشي فلان ولد فلان فلان ولد فلان حتى وصل إلى يوسف لاحظ الكلام رجل مريم الذي يدعى منها يسوع الذي يدعى المسيح فإذا هم نشوف أحبائي شيء مهم جدا تأكيد على ولادة يسوع المسيح العذراوي ولسيما متى لما بيكتب واحد من الروح القدس عم بيكتب لليهود عم بيأكد لليهود أنه الجاي هو شرعي مش أنه مجرد يعني بيغتصب الحكم أو العرش لا هو الموعود به من قديم الأيام من تكوين 3.15 إلى من أيام إبراهيم إلى مكان الولادة إلى وصوله إلى يوسف رجل مريم التي ولد منها يسوع لاحظ الكلام الذي يدعى المسيح فاليهود كانوا بيستنوا المسيح كانوا بينتظروا وانتظارهم للمسيح حتى يخلصهم المخلص وهذا المسيح لازم يكون الممسوح من الله ولازم يجي لتتميم النبوات وانه فعلا فيه كل التكافؤ والمواصفات أن يكون المسيح المخلص كان في فترة صمت أحبائي بين العهدين آخر سفر سفر ملاخي وأول ما بيظهر يعني بيتكلم الكتاب عن يحنى المعمدان بحسب إنجيل لوقة هاي الفترة أكتر من أربعمائة سنة كانت بسموها سنين الصمت في أحداث تاريخية حدثت اللي هي فترة في فترة اليونانيين لما ابتدأت ثورة المكابيين العائلة الحصمونية وطردوا اليونانيين وحاكم له فترة زمنية لكن ما فيش إعلانات يعني إلهية أو وحي إلى أن جاء متى بيكسر هذا الصمت وحتى يبني الجسر بين العهدين وأنه مجيء المسيح جاي بشكل شرعي بطريقة إلهية أنه العناية الإلهية لها دور هام في كل هذا الموضوع فبيكسر سنين الصمت إذ بيبتدي بشيء مفهوم لليهود سلسلة نسب المسيح فاللي رح ييجي لازم ييجي من هذه السلسلة لأنه النبو بتتكلم عن كرسي داود أنه يملك إلى الأبد ألاحظ كل ملوك يهودة استمروا في هذا التسلسل الزمني إلى كسر هذه السلسلة أو وصول أخيرا إلى يوسف مكتوب رجل مريم ما قالش ولد يسوع لأنه يسوع هو ابن الله وولادته كانت ولادة عضروية لكن بوضح لليهود بقول يوسف رجل مريم الذي ولد منها يسوع المخلص يعني الذي يدعى المسيح أي الممسوح من الله وهذه المسحة الإلهية هي لأعطته الشرعية تكلم عنه الرسول بطرس يسوع الذي من ناصرة الجليل كيف مسحه الله بالروح القدس والقوة الذي جال يصنع خيرا ويشفي جميع المتصلت عليهم إبليس وعندما تكلم يسوع في مجمع الناصرة قال روح الرب علي لأنه مسحني مسحة إلهية لأنه مسحني لأبشر المساكين أرسلني لأشفي المنكسر القلوب فإذن هذه السلسلة بتنتهي أحبائي في مجيء يسوع المخلص وهذا اندل على شيء منشوف فيها محبة الله للناس وأنه الغرض من سلسلة نسب المسيح أنه تكون سلسلة طاهرة نقية بدون أي خلط بالزواج أو بالدم أنه كان لازم يولد المسيح من مريم ليس بزرع بشري من يوسف لكن حبل به من الروح القدس وهذه أحبائي مما تجعل ولادة يسوع المسيح فريدة متميزة سلسلة نسب المسيح كأنه الله عاوز يقول أنه في هذا الخط القرمزي خط الفداء اللي ابتدى من أول التاريخ لأنه في سلسلة كمان بيتكلم عنها المؤرخ لوقة في إصحاح ثلاثة وبرجعنا إرجوع إلى آدم ابن الله فإذن يعني هذه السلسلة بتورينا أنه في خطة لفداء الإنسان وأنه هذا المخطط لفداء الإنسان اكتمل في مجيء يسوع المسيح أن يولد في بيت لحم وأن يكمل عمل الفداء اللي جاء من أجله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر